العطاء وهنا قال رجل ثري حدثنا عن العطاء أجاب المصطفى إنك لا تعطي القليل حين تعطي مما تملك فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حقا وهل تملك سوى أشياء ترعاها وتحرصها خشية أن تحتاج إليها في غدك؟ ذلك الغذ ما تراه يدخر لكلب شديد الحرص يدفن العظام في الرمال المهجورة وهو يتبع الحجاج إلى المدينة المقدسة ترجمة نانسي قنقر وهل الخوف من الحاجة إلا الحاجة ذاتها؟ أليست خشية الضمأ وبئرك ملآه؟ هو العطس لا تروى له غلّة بعض الناس يعطي القليل مما عنده من كثير أولئك يعطون تباهيا بالعطاء فتذهب نياتهم المستورة بطيبات عطاياهم وبعضهم لا يملك إلا القليل فيجود به كله أولئك هم المؤمنون بالحياة وما فيها من خير فلا تفرغ خزائنهم أبدا وبعضهم يعطي فرحا وفرحته جزاؤه أو يعطي مكابدا وفي مكابدته تطهير له وبعضهم يعطي ولا يحس مكابدا ولا يلتمس فرحا ولا يدري أن العطاء فضيلا أولئك يعطون كأنهم ريحان الوادي يبث عطره في الفضاء وعلى فيض أمثالها هؤلاء تتجلى كلمة الله ومن خلال عيونهم تشرق بساماته على الأرض جميل أن تعطي من يسألك وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك وقد أدركت عوزاه فالسعي إلى من يتقبل العطاء هو للجواد المعطاء متعة تتجاوز العطاء ذاته وهل تستطيع حقا أن تقبض يدك على شيء مما تملك لا يأتين يوم كل ما لك فيه سوف يعطى فاعط الآن يكون لك موسم العطاء لا لمن يرثك ما أكثر ما تقول لتصبون نفسي إلى العطاء ولكن لا أعطي إلا من يستحق ليس ذلك قول الأشجار في بستانك ولا القطعان في مرعاك إنها تعطي لتحيا لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء لتصبون نفسي لأنني أعطي لا ريب أن من استحق أن ينال أيام عمره ولياليه لجدير بأن ينال سواها منك وأن من استحق أن ينهل من محيط الحياة لجدير بأن يملأ كأسه من جدولك الصغير وَأَيُّزَزَا إِنْ يَعَلُو على جزاء من يتقبل العطاء في شجاعة وثقة بل وفي محبة وسماحة ومن تكون أند حتى يكشف لك الناس عن خبيئة صدورهم ويلقوا عنهم رداء الكبرياء فترى منهم أقدارا عارية وعزة مبذولة فانظر أولاً أجدير أنت بأن تتزكى وأن تكون للعضاء أذات فالحق أن الحياة هي التي تعطي الحياة ولست أند يا من تظن أنك معطن سوى شاهد أبداً أنت تستعفد أن تكون قيمة يا من تأخذون وكلكم آخذ لا تسرف في الامتنان وإلا وضعتم نيرا على كواهلكم وكاهل من أعطى بل أولى بكم أن تمتطوا عطايا المحسن وكأنها أجنحة لتعرزوا معه إلى مراق الظرع ولئن استبد بكم الشعور بأن الدين عليكم فادح فذلك شك في كرم من يعطي في حين أن الأرض السمحاء أمه والرب أبوه شكراً لكم